حد بعت لنا فيديو بيقول بدؤون شروط لغة والحساب البنكي وعقد العمل مقاطعة نونافوت فتحت باب الهجرة المجانية للجميع وسألني ايه مدى صحة البرنامج ده البرنامج ده موجود ولا لا المقاطعة دي موجودة ولا لا عايزة سافر لكندا عن طريق المقاطعة دي هقول لك كل التفاصيل دي في الفيديو دلوقتي حالا تابعنا للنهاية صبحكم جنة مقاطعة او اقليم نونافوت كارفور نونافوت الكندية طيب نونافوت تعتبر او اقليم نونافوت يعتبر تاني اعلى ساعة للساعة في كندا بمتوسط 29.16 سنت للساعة بالاضافة للكلام ده في معظم الحالات او معظم الناس اللي بتختار ان هي تعيش في الاقليم ده بتاخد علاوة بدل تكلفة المعيشة للمناطق اللي هي باهضة السمن يعني اللي الحاجات فيها غالية فرصة التطوير في المكان ده يعتبر كويس جدا لان فعلا عدد السكان فيه قليل بسبب البرد القارص طيب ايه الفكرة وازاي سافر وازاي اعرف اعمل اوراق بتاعتي طيب ايه الصعوبات اللي هقابلها مبدأين كده اول صعوبة هتقابلها هي البرد القارص وده اللي الناس كلها بتقولوا واللي الناس كلها بتنوه عنه لان ده فعلا حقيقة محدش يقدر ينكرها بسبب البرد القارص المكان ده اصبح مكان شبه فاضي اه في سكان طبعا بس مش مثلا زي كيبك مش زي بلتش كلومبيا مثلا فكل الاغراءات اللي ممكنة بتحصل فيه من الحكومة بتاعته عشان تجذب السكان اخر حل قدروا يوصلوله هو ان هم يستقطبوا ناس من الخارج طيب انا عايز اعرف ايه الشروط و ايه الصح و ايه الغلط و ايه الكلام اللي تقال في البداية خالص بس انا معاك هقولك كل ده بس انا مستغرب لغا دلوقتي انت ليه ما دوستش على زرار سبسكرايب هتلاقيك انا تحت زرار مكتوب عليه سبسكرايب دوس عليه اعملنا بقى الفيديو لايك و شير صلي على الحبيب يلا بقى نفتح الموقع رسمي بتاع الاقليم ده ونشوف الحقيقة فيه بسم الله الرحمن الرحيم في البداية خلونا ندعي لاخوتنا في فلسطين واخوتنا في السودان ربنا يا رب يصلح لهم ويرزقهم الامن والامان ويبارك لحضراتكم ولينا ان شاء الله في نعمة الامن والامان ويحفظ اولادنا جميعا ان شاء الله ربنا يبلغنا ان شاء الله رمضان لا فاقدين ولا مفقدين وان شاء الله يدخل علينا بالرزق والخير والبركة والاخبار السر انا هنا مش عشان خاطر اصدر احكام على حد ولا حد يصدر احكام علي احنا كل الحكاية بنصحح معلومة حد من الاخوة اللي بيقدموا محتوى قالها بطريقة ممكن يكون خان التوفيق فيها طيب خلينا نتكلم ان احنا مبدئيا دخلنا على الموقع الرسمي للهجرة جبنا اميجريشن اند سيتزين تشيب اخترنا اميجريت انا كده على الموقع الرسمي الحكومي لكم هنختار بوروينجال نوميني لان هو لما تكلم يتكلم على اقليم نونافوت هننزل تحت خلص هنقى ان اقليم نونافوت ليه زي موقع الواحده مش من ضمن الاقليم اللي تقدر تخش وتختارها على طول يعني ليه مكان لوحده كده هو وكيبك طيب كيبك عشان ده اكبر اقليم نونافوت عشان ده ابرد اقليم فاحنا هنفتح الاقليم بتاع نونافوت اوكي اياخد معنا وقت عشان يتأكد ان انا مش روبوت مثلا وبعدين هيبدأ خلاص اوكي هو اداني الابروف كل ده طبيعي بدأ يدخلني على الصفحة الرسمية لاقليم نونافوت تعال بس نترجم سريعا طبعا هو اتكلم ليه انت تيجي اقليم نونافوت وليه الاقليم ده كويس تمام بعد اما بدأ قالك 2019 متوسط الدخل وبدأ يتكلم ان الاقليم يعني مميز وان انت دخلك هيبقى عالي وعدد الزائرين فيه بقى ممتاز النمو الاقتصادي وصل ل13.6% وده اعتبر نمو سريع جدا 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 للحكومة الكندية طيب لما جي يتكلم معايا على الهجرة خلي بالك يعني اكتر كلمة شدتني اللي هي قالت في اول الفيديو عندي اللي هي بدون لغة وبدون كشف حساب وبدون عقد عمله وبدون 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 كانت ان الموضوع ده بالنسبة لأي حد هو حلم يعني طيب اوكي قالك لدى الحكومة الفيدرالية العديد من مصارات الهجرة التي يمكن العثور عليها من هنا وبيرجعك للصفحة الرسمية للهجرة الكندا طيب طالما دخلني في الجزء الفيدرالي يبقى الجزء الفيدرالي كده كده لازم يخليني او لازم يشوف المتطلبات بتاعته فيها طيب ايه المتطلبات بتاعته هتبقى متطلبات اللغة هتبقى متطلبات الفيش الجنائي هتبقى متطلبات الشهادة اي انها المتطلبات الاقل للدخول لكندا إذن هيتطلب من حضرتك شهادة لغة أول حاجة كان الشخص ده أو منشئ المحتوى ده كان قيلها غلط هيتطلب من حضرتك شهادة لغة هيتطلب من حضرتك فيش جنائي هيتطلب من حضرتك شهادة تعليم هيتطلب من حضرتك أوراقك عادي خالص بس خلينا نقول للأمانة الإقليم ده ورد جدا تلاقيه بيطلب منك أقل أقل شيء في كل شيء يعني مثلا هتلاقي أقل شيء في الأيلت هيبقى جنرال 5 أو 4 هو مش هتعدى 5 أو 4 هو عايز منك ده أقل شيء أن انت مثلا ما تكونش بتعمل مشاكل أقل شيء الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادة إيبقى هيتطلب منك الثانوية العامة بس أو ما يعادلها من شهادة بس فبالتالي لا ده كله مطلوب وده كسب تمام أقل طيب ننتقل بقى للنص التاني أو الجزء التاني من الفيديو بتعملش المحتوى وهو كان حاطت الاستمارة بتاعة كارفور نونافوت طيب كارفور نونافوت في أكتر من شركة طيب الاستمارة دي بتاعة إيه تعال كده نترجمها مع بعض الأبيكيشن فورم ده ده مرجع للوظيفة للشركة نفسها دي تعتبر من أكبر الشركات اللي في إقليم نونافوت فإحنا هنا بيبدأ يقولينا أنا عايز أعين طب أنا عشان أعينك لازم تكون فيك شوية شروط طب أنا عشان أعرف الشروط دي هتناسبني ولا لا أعملت استمارة أول حاجة هنقوله هنا مثلا من دولة أخرى أنا هامل معك الاستمارة وأنا بكلمك عنها هنقوله هنا وبعدين هننزل تحت هنحط له هنا اسم حضرتك وبعدين هنا هنحط له اسم العائلة هننزل هنا هنحط له بريد الإلكتروني وهنا رقم التليفون نوع العقد بتاعك تدريب داخلي ولا تعقدي ولا دوام جزئي ولا دوام كامل طبعا هتختار له دوام كامل ايه الصناعة اللي حضرتك بتعرف تشتغل فيها حضرتك هتختار له بقى النوع بتاعي مثلا البناء والميكانيكا ده من ضمن الحاجات اللي سهلة جدا وهتلاقي الدخول بيها سهل تمام؟ اوكي وبعد ما تخلص خالص هنزل تحت هيسألك تعليم حضرتك ايه؟ لا أحد ولا السنوية العامة ولا الدراسات المهنية ولا كلية ولا شهادة ولا درجة البكريليوس ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا أخرى طبعا انت هتحط له درجة تعليمك أقل حاجة هنا طلبها السنوية أو دراسات مهنية فلو حضرتك سنوية أو باك هتحط له السنوية لو حضرتك دراسات مهنية هتحط له دراسات مهنية طبعا لو أكتر هتحط له الدرجة بتاعتك سنوات الخبرة بتاعت حضرتك هو عملها من سنة لثلاث سنين ولا من ثلاث سنين لخمس سنين ولا من خمس لسبع سنين ولا أكتر من ثمان سنين وبعدين هنا هتطلق قسمين قسم للغة الإنجليزية وقسم للغة الفرنسية طيب اللي في اللغة الفرنسية والإنجليزية داي أول حاجة هتطلق السيفي بتاعك سواء باللغة الفرنسية او البيل انجليزية تاني حاجة حططلك رسالة او الكافر لتر وبعدين حططلك ملف تحط فيه بي دي اف تجمع فيه اي حاجة عايز تعملها اي وثيقة عايز تقدمها له تمام اوكي وبعدين هتنزل تحت هتعلم له هنا كده وبعدين تقديم الطلب اوكي انت كده قدمت الطلب بتاعك للمقاطعة او لشركة كارفور في مقاطعة او في اقليم نونافوت فبالتالي انا بعد اما قدمت السيفي بتاعي ايه اللي بتطلب مني طبعا هو هنا يقدر يستقطبني على حسب الوظيفة بس في الاخر في الاخر حتى لو هو عايز وظيفة مفيش فيها لغة انت لازم ترجع لنقطة الشروط الفيدرالية فعشان كده الكلام ده صح والموقع ده صح هتلاقيني سايب لك الاستمارة ديت في صندوق الوصف كمان هتلاقيني سايب لك فيديو بيقول لك ازاي تعمل السيفي بتاعك على الطريقة الكندية عشان تعمل السيفي بتاعك صح الكافر لتر تقدر تجيبه اونلاين تجيبه من على جوجل تكتب كده كافر لتر لوظيفة كذا وتبدأ تعدل فيه تمام الراجل ما اجذبش في ان هو يقول ان الاقليم ده اقليم فعلا موجود وبيطلب ناس وبيطلب ناس كتير وشروطه سهلة بس هو خانوا التوفيق لما قال ان ما فيش شروط اصلا احنا النهاردة حبينا نوضح الحقيقة لان دي فعلا تعتبر فرصة وفرصة كويسة بس لازم تجون هتستحمل البرد القارص ونصيحة من اخوك لو انت ناوي تيجي بعيلتك يا ريت لو هتيجي على نورا ذوت تعال انت الاول جو فعلا برد لو معك اطفال ممكن ما يستحملوش زوجتك ما تستحملش تعال انت الاول لغاية لما تلاقي نفسك قرب تتاخد الاقامة دايما وتبدأ تعمل اوراقهم وتجيبهم معاك الاقامة دايما ممكن تاخدها خلال سنة على فكرة مفيش قدنا مشكلة طيب تنصحني بايه تاني يا باسم انصحك ان انت لما تيجي تقدم على حاجة ادخل دايما على موقع الرسم انصحك تاني ان انت ما تدورش على حد تتفعله فلوس جماعة انا فيه ناس بتخش تكتبلي ان هم عايزين يحولولي فلوس على ودافون كاش ومش عارف ايه والكلام ده يعني انا بحاول اساعد في سبيل الله وبحاول اقول المعلومة الصحيحة فبالتالي بلاش اي حد يقابلك في سكتك تديره فلوس لان ده غلط ما تخليش حد يتحك عليك لان انت هتلاقي نصبين كتير جدا 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 داخلين بينصبوا سواء بينصبوا في كلام او بينصبوا في ان هم يقولك ان هم يسهلو لك الدنيا واحنا اكتر من مرة نوهنا ان الحكومة الكندية نفسها وحكومة المقاطعات اعلنت اني حتى المستشار بتاع الهجرة او ممثل الهجرة لا هيصرع لك شروط ولا هيصرع لك ورق ولا هيسهل ان انت تجيب أسرتك معك فبالتالي اعمل ورقك صح وامشي على الاجراءات اللي احنا قلناها وتوكل على الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته